لقراءة أكثر عمقا بشأن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين المستقلة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولية دكتور أيمن قانونيا ماذا يعني اعتراف هذه الدول الأوروبية السلاس بدولة فلسطين وما الذي يمكن أن يترتب على هذه الخطوة في القانون الدولية بعد ذي بدء المصائب لا تأتي فرادة والقانون الدولي لا يترك شاردة أو واردة والقانون الدولي يؤثر ينظم ما هي الاعتراف بوصفه حق سيادي أساسي انفراضي للدول تجاه الدولة الجديدة المزمع الاعتراف بها ومن خلال التصريحات الرسمية الثلاثة ايرلندا اسبانيا والنرويج التي تفضلتم بعدها على المشاهد الكريم هذه الدول تحدثت عن أن هناك أركان للدولة الشعب الأقليم الحكومة التي يجب توفرها وهذه الدول تدرك إدراك اليقين توفر هذه الأركان الثلاثة لدى فلسطين المعترف بها حتى هذه اللحظة 142 دولة منذ إعلان لأول مرة قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر 1988 بعد مخاض عسير ولكن الأهم في هذا ما هي حقوق الدولة المعترف بها فلسطين تجاه الدول التي تعترف بها وما هي الواجبات الدولية التي يؤسسها القانون الدولي على الدول التي تعترف بدولة جديدة من أهم هذه المسائل الحق في المساوى الحق في المساوى بين الدولة الجديدة المعترف بها وسائر دول الأمم المتحدة أعمالا وإنفازا لديباجة مثاق الأمم المتحدة والمواد الأولى من مثاق الأممي ولكن لماذا ترتعد فراء إسرائيل ولماذا تستدعي من فورها إسرائيل سفراء الدول الثلاثة النروج وإسبانيا وأيرلندا لماذا لأن من أهم الآثار القانونية للاعترف بفلسطين دولة في القانون الدولي والتبادل الكامل الدبلوماسي معها هو إقرار هذه الدول لفلسطين بالحق في الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس العسكري حال حصول عدوان عليها بوصفها دولة من دول التي تستفيد أيضا من المادة رقم 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة نعم إذن كيف يمكن من خلال حديثكم البناء على هذه الخطوة سريعا واستثمارها في إطار وقف جماح إسرائيل اليومي في قطاع غزة والتوجه نحو نيل العقاب الدولية المستحق لها أشكرك بادئ ذي بدء على جمعة الدول العربية الآن ودون إرجاء وعلى كافة الدول الأعضاء 21 دولة غير فلسطين من فورهم الآن أيضا الترحيب والإشادة بهذه الخطوة وتثمين هذه الخطوة بوصفها دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامته لدولته بحدودها المقرة وفق الموافق الدولية يونيو 1967 ثم أيضا تضييق الخناق الذي بدأ يستكمل ويستفحل على إسرائيل من خلال الجنية الدولية والعدل الدولية وأن أيضا هناك خطوات قانونية وخضائية الدول ومنها دول عربية التي أعلنت رسميا عزمها على التحرك إلى لهاي العدل الدولية والتدخل في الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عليها وننشدها من جانبي الإسراع بتنفيذ هذا التدخل في الدعوة ضد إسرائيل حتى يستكمل الخناق ولربما يكون مآل إسرائيل ومصيرها هو مآل أفريقيا العنصرية التي انحلت في نهاية عام 1993 من القرن المنصر هل هذه الخطوة تعد دعما وتشجيعا لدول أخرى على أغزي نفس المسلك دعما للقضية الفلسطينية وفي حال اعتراف دول أخرى عديدة بدولة فلسطين هل يمكن أن تكون خطوة ضغطة على الدول الدعمة لإسرائيل للتخلي عن رعايتها إسرائيل أول دولة في العالم تدرك خطورة الخطوة من هذه الدول تحديدا فإسبانيا هي الدولة التي راعت مؤتمر السلامة 1991 والنرويج هي الدولة التي راعت الوسطات والمساء العميل قبل تجهين اتفاقات أسلو بين السلطة الوطنية وإسرائيل بدايات التسعينات القرن الماضي أما إيرلندا فهي الدولة الأوروبية المثل التي خاضت مخاضا عشيرا للانفصال والاستقلال عن بريطانيا العظمى لذلك دول الاتحال الأوروبي التي تعترف بعد بفلسطين دولة كاملة السيادة وبالرغم أن بعض هذه الدول قلة منها أيدت انضمان فلسطين إذ أمم المتحدة لكن على هذه الدول أن تعترف اعترافا من انفراضيا تجاه فلسطين بكونها دولة مستقلة شكرا جزيلا أيمن سلامة شكرا جزيلا الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولية كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر